اشتركوا في القناة ان التحشيدات العسكرية التي تعدها ميليشيات الكرامة هي مجرد تضخيم اعلامي لغير لبث الفزع والخوف بين الاهالي واكد ان بالوقت ذاته استعداد المجلس لصد اي هجوم على المدينة بشروي لان ميليشيات الكرامة قد كلفت سالم الرفادي لامرة ما يعرف بغرفة عمليات المختار خلفا لكمال جبالي بهدف ما وصفت الاستعداد لمعركة اجتياح مدينة درنة هي المدينة المحاصرة منذ مطلع اغسطس الماضي طلب المجلس الرياسي المقترح من المجلس المحلي تورغا والمجلس البلدي مصراتة بالتنسيق مع اللجان والاجهزة المعنية بالعمل على العودة الامنة لاهالي تورغا الى مدينتهم منبها الى ان هناك بعض الاطراف التي تسعى لتقويض الاتفاق دون ان يحددها واكد المجلس الرياسي في بن الله الخميس انه يتابع بشكل مباشر مساعي عودة نازحي تورغا الى مدينتهم بمجمل اتفاق الذي تم بين المجلس المحلي تورغا والمجلس البلدي مصراتة ويطالب الطرفين بالتنسيق مع اللجان والأجهزة المعنية للعمل على العودة الآمنة للأهالي وفق ما جاء في البيانة شهدت أعداد المهاجريين غير الشرعيين القاصدين إيطاليا عبر الشواطئ الليبيا انخفاضا بنسبة تصل إلى 26% خلال شهر يناير من هذا العام وبحسب ما نشرت وكالة واكل إيطالية نقلا عن وزارة الداخلية الإيطالية فأن المهاجرين الليبيين قد احتلوا المرتبة الخامسة من بين الجنسيات الأكثر وفودا إلى إيطاليا خلال شهر يناير وأضحت وكالة واكل إيطالية أن المهاجرين الأريتريين قد تصدروا قائمة الوافدين إلى إيطاليا خلال الشهر الأول من العام الجاري وجاء حملات الجنسية التونسية في المرتبة الثانية بينما جاء الباكستانيون والنيجيريون في المرتبتين الثالثة والرابعة في حين احتل الليبيون لأول مرة المرتبة الخامسة من بين الأكثر هجرة إلى الدولة الإيطالية في خبر الأخير حيث قال وزيره الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو تدعم جهود المبعوثة الأممية إلى ليبيا سلامة وشيرا إلى أن الأخير يطرح أفكارا صائبة حول المصالحة والوحدة الوطنية لافروف ومن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظره الإيطالي الفانو في موسكو الخميس أضاف أن هناك تشابها بين الجهود المبذولة في ليبيا لتحقيق المصالحة الوطنية يأتي هذا بالمؤتمر الذي عقد في سوتشي روسيا لمحاولة إيجاد مخرج للأزمة السورية هذا وشدد الأفروف على أن السبيل الوحيد لحل النشاكل الليبيا هو حوار يشمل جميع الأطراف المتصارعة على الساحة في ليبيا تفاصيل أوفع في أخبار السابع إلى ذلك الحين استودعكم الله اشتركوا في القناة